السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق لحصة التراكيب المندرجة من الاسبوع الاول من الوحدة الثانية وحدة الواجبات والحقوق المرجع المنير في اللغة العربية المستوى الخامس طبعة 2021 اتذكر اذكر انواع الخبر في الجملة الاسمية باتمام الخطاطة اذن انواع الخبر في الجملة الاسمية الخبر يأتي في الجملة الاسمية اما مفردا مفردا او شبه جملة من الجار والمجرور او الضرف او يأتي جملة فعلية او اسمية لذا الخبر في الجملة الاسمية يأتي مفردا شبه جملة من الجاري والمجرور او الضرف او جملة فعلية او جملة اسمية لاحظوا اكتشف طلب الاب من احمد ان يحدث عن واجب الصداقة فقال ان الصداقة فضيلة انسانية لعل الطفل يحافظ عليها ليكسب اصدقاء جدد ليت الاطفال صداقتهم دائمة فالحمد لله ان الصغار في حاجة لمحبة خالصة وعيد فضيلة الصداقة طلب الاب من احمد ان يحدث عن واجب الصداقة فقال ان الصداقة فضيلة انسانية لعل الطفل يحافظ عليها ليكسب اصدقاء جدد جددا ليت الاطفال صداقتهم دائمة فالحمد لله ان الصغار في حاجة لمحبة خالصة اناقش مضامين الجدول الاتي مع صديقاتي واصدقائي اذا هنا هناك جملة اسمية ادخلت عليها بعض النواسخ مثلا الذي الصداقة فضيلة انسانية ادخلت عليها النواسخ الحرفي ان الصداقة فضيلة انسانية هناك ايضا هنا لعل الطفل يحافظ عليها ليت ايضا الذي هنا ان ليت الاطفال صداقتهم دائمة ان الصغار في حاجة لمحبة خالصة اذا الجملة ان الصداقة النواسخ الحرفي ان اسمه الصداقة حركة الاسم منصوبة منصوبة خبره فضيلة نوع الخبر مفرد والخبر مرفوع الخبر مرفوع لعل الطفلة يحافظ على الصداقة اذا الناسخ الحرفي لعل اسمه لعله هو الطفلة حركة الاسم منصوبة الفتحة او الفتحة اوات اوات نحن نكتب الفتحة اوه اوه خبره اوه يحافظ على الصداقة اوات το اواتنا أو في محل رفع الخبر جملة فعلية في محل رفع خبر إذن في محل رفع ليت الأطفال صداقتهم دائمة إذن الناصخ الحرفي ليت اسمه الأطفال صداقتهم دائمة هي الخبر جملة اسمية إذن حركته في محل رفع خبر الجملة اسمية في محل رفع خبر إن الصغار في حاجة للمحبة إذن لدي إن هو الناصخ الحرفي الصغار هنا أيضا الفتحة الصغار هي اسمها الفتحة أيضا حركة الاسم الفتحة خبره في حاجة للمحبة في حاجة نوع الخبر شبه جملة من الجار والمجرور شبه جملة حركته في محل في محل جرين في محل رفع خبر إن وحددوا حركة اسم كل ناصخ حرفي في الجدول إذن حركة كل اسم ناصخ في الجدول الفتحة وحددوا نوع الخبر في كل ناصخ حرفي في الجدول إذن نوع الخبر في الجملة الأولى مفرد في جملة الثانية جملة فعلية يحافظ على الصداقة في الجملة الثالثة صداقة دائمة جملة اسمية نوع الخبر في جملة آخر في حاجة المحبة نوع الخبر شبه جملة من الجار والمجرور إذا كان خبر ناصخي الحرفي المفرد مرفوعا بالضمة فكيف يكون الرفع إذا كان الخبر جملة أو شبه جملة حين يكون الخبر جملة أو شبه جملة يكون في محل رفع خبر يكون في محل رفع خبر الناصخ إذن هنا سنستنتج تدخلوا إنا وأخواتوا على جملة اسمية فتنصبوا الأول المبتدأ وترفع الخبر يأتي خبر الناصخ الحرفية مفردا مرفوعا أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة في محل رفعين هنا سنأتي ببعض الأمثلة الجو صحو الجو صحو ماذا؟ سندخلوا عليه ناصخا حرفيا إن الجو صحو لحظوا معايا عندي هنا جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع حين دخل الناسخ الحرفي على جملة اسمية نصب الأول ورفع الثاني الأول كيتسمع اسمها والثاني خبره الناصخ جملة أخرى الطفل مهذب مثلا ندخل عليه ناصخا حرفيا لعل طفلة ماذا سيقع؟ سيصبح المبتدأ منصوبا لعل الطفلة مهذب أدخلوا إحدى أخواتي إن على الجملة الأتية مع الشكل التام الحق مطلوب إن الحق إن إذن دخلت دخل الناسخ الحرفي إن إذن سينصب الأول إن الحق مطلوب الصديقة وفية الصديقة وفية لعل صديقة وفية لعل الصديقة وفية الطائر في القفص إذن مثلا ليت طائرة إذن المبتدأ سيصبح منصوبا ليت الطائرة في القفص ليت الطائرة في القفص إذن إن الحق مطلوب لعل الصديقة وفية ليت الطائرة في القفص إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستبدعكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة